اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الجدي من يوم 22-12-2019 لغاية 2021 عطارد في برج الجدي لغاية مساء يوم 16 وبعدها بنتقل للدلو الزهرة في الدلو وبنتقل مساء يوم 13 للحوت المريخ في العقرب وبينتقل ظهر يوم 31 بعدها للقوس المشتري في الجدي وزحل في الجدي اورانوس ما زال بيتراجع في عملية تراجع في برج الثور لغاية فجر يوم 11 نبتم في برج الحوت وبلوتو في برج الجدي بالنسبة للزوايا الخطرة او المؤثرة خلال هذا الشهر اللي بتبلش طبعا قبل بثلاث ايام من تكوينها وفي زوايا راح تتأثر قبل تقريبا باسبوعين او ثلاثة يعني اثارها بلشت تتبين وفي اشياء بلشت اثارها تبين من خلال نهاية شهر 12 او منتصف شهر 12 الزوايا هاي عنا يوم 12 واحد يقترن عطارد مع زحل ومع بلوتو وكوكب زحل راح يقترن برضو مع كوكب بلوتو يوم 13 واحد راح تقترن الشمس مع بلوتو ومع زحل يوم 23 تربيع الشمس مع اورانوس يوم 28 تربيع المريخ مع نبتون طبعا احنا حكينا الشمس الها بالقيادات والجيش الها بالحكومات باصحاب القرار اورانوس اله علاقة بالانقلابات اله علاقة بالثورات اله علاقة بالغتيلات اله علاقة بالاشياء المفاجئة بلوتو الكوكب اللي بيقلب كل شيء رأس على عقب في لحظة زحل المعلم الصارم المريخ اللي راح يكون موجود طبعا في برج ناري ناري وهو تكوين النار الو بالحروب والو بالنار والو بالاشياء اللي مش سهلة طبعا تكوين الكواكب هاي بما انه اغلبها راح تكون موجودة بالجدي والجدي معروف عنه وبداية موسم الشتاء فراح تكون التأثيرات يعني والله اعلم هاي علاقة بالطبيعة نشوف الطبيعة ايش راح تعمل في خلال الفترة هاي ممكن امطار ممكن ثلوج ممكن اعاصير بس عاصير ما مش بتخوف يعني عاصيرين هفدتشي لبلاد يعني ممكن ايش العلاقة بالنار بما انه المريخ بلوتو اورانوس والمريخ برضو الهم بالقيادات العسكرية يعني بدنا نشوف احنا خلال فترة اخر عشر ايام من الشهر هاد ايش الاثار اللي ممكن تصير او الاحداث اللي ممكن تصير وبعدها منشرحها احنا ومنشوف ايش الاشياء اللي صارت ما بدي اعلق على اي شيء ما بدي اتنبأ باي شيء وما بدي اتوقع باي شيء خلي الامور ماشي على تسهيل المولد يجينا لتبقعات الشهرية هسا مش تقولوا انا بدي انكد عليكو او انا بدي اغم بالكو الشمس والكواكب كلها موجودة في بيت متاعبكو ما رح اجيب اشي من دار ابوي هدولة نوجدين مش انا اللي حطيتن اها شيء عشان نتفاهم من اولها عشان ما تقولوش اجه الزلم يخرب الدنيا ووجهك ومش عارف ايش ونكدت علينا ووجهك من يوم ما شفناك جبت النحس انا ما جبتش اشي كل سنة في نفس التواريخ هاي لو تراجعوا بتلاقوا انه كل سنة في نفس الوقت هاذ انتو بكون في عندكم مشاكل وبتكونوا تعبنين ليش؟ لانه الشمس بتكون موجودة في بيت المتاعب فما بالكو انه الشمس موجودة وزحل موجود وبلوته موجود ويعني شو اسوي انا؟ لازم احكي لكو وانتو حرين الفترة هاي مش مريحة هاي الفترة من اكثر اشهر سنة صعوبة راح يكون فيه نوع من انواع المماطلة والتأخير وممكن تلاقي حالك ما عندك طاقة لشيء امور كثيرة بتتراكم عندك واللي راح يوعدك بشيء ممكن ما يوفي وما ينفذ بوعده لا بمرحلة ولا بمشروع ولا بعقد جمد حالك هذا الشهر لغاية عشرين الشهر بعد عشرين الشهر الشمس بتكون وصلتك وفي كل يوم عيد ميلاد يعني لما يوصل عيد ميلادك هاي احسن فترة بالنسبة لك يعني بتبلش انت تدريجيا تدريجيا شوي شوي تطلع من الوضع الصعب اللي انت كنت فيه لحد ما تنتقل للوضع الممتاز بتبدأ سنتك من يوم عيد ميلادك لازم تنتبه وتحذر وخاصة في الاسابيع الثلاث الاولى من اي عارض صحي او من عملية جراحية او من حوادث طارئة مش معنى هذا انه بدي يصير معاك وتقعد تخافز وتقول لك حط لي اياه هذولا انه يعني بده يصير عندي لا يعني بدك تكون منتبه وتركز على النقاط هاي وان شاء الله انه ما بصير ولا اي اشي منهم بعد عشرين الشهر بيتغير الجو لمصلحتك وبتكون الفرص ممتازة اللي تعويض اللي فات منك عندك القدرة الكبيرة لعمل اشياء كثيرة وبيكون في حض كبير بالنسبة للك في خلال فترة عيد ميلادك لانه تقريبا الكواكب كلها بتكون انتقلت لعندك بتعطيك طاقة اكثر وبتعوضك عن الاشياء اللي طاحت اما بالنسبة للوضع الشخصي والنفسي بيزيد ميلك الامور الروحانيات وروح التضحية والاثار يعني بصير عندك زيادة عن اللزوم بالفترة هاي وطارد شوي بعطيك نوع من انواع ايجاد الحلول للتأجيل او ايجاد حلول لحل المشاكل والصعوبات اللي بتعوقك في فترات رح تتعرض لكلام ممكن يسيلك اهم شي انك تمسك حالك وتتجاوز الفترة اللي احنا فيها لغاية من يوصل عشرين الشهر وبعدين لكل حادث حديث ورغم كل الضغوطات الا انه عندك قدرة لانجاز اعمالك المهمة وبسهولة كمان واذا عندكو طلاب او عندكو دراسة رح تتابعوها بشكل سهل بيزيد لطفك ورقتك وقيمتك الاجتماعي يعني هاي فترة مناسبة حتى اليك في كل الضغوطات هاي انك تبدأ علاقة عاطفية او حدا يبدأ معك علاقة عاطفية بس هو التنبيه من الشمس وزحل وهدولة لانهم متواجدين انه شوي هاي بتضرب مقاومتك الجسدية ممكن شوي تخليك نوع خجول متردد لما تنتقل الشمس اللي عندك بتزيد حيويتك بتعطيك قدرات ممتازة جدا وبتحل امور كثيرة بالنسبة للك وبترجع لطبيعتك لا لكن الفترة الاولى بدك تمشيها باي شكل كان بالنسبة للمال والعمل راح تتمكن من تحقيق بعض الاهداف المهمة رغبتك الشريحة لانك تتجاوز هاي المرحلة ممكن انها تخليك تروح على طرق شوي يكون فيها التواء او طرق مشبوهة بدك تنتبه من هاي الاشياء على المستوى العائلي والعلاقات الاجتماعية والزوجية والعاطفة بيزيد تأثيرك على اصدقائك بكون لك دعم منهم تجنب الدخول في جدال مع الاصدقاء لانه شوي ما راح تكون مركز وعصبيتك راح تكون مؤثر عليك فعشان هيك تنحسب عليك بالنسبة للكواكب وتأثيراتها عليك هذا الشهر المريخ بحكي لك امتنع عن مواجهة او فرض السيطرة على صديق لانه النتائج ما راح تكون صالحك المشتري بعطيك فرصة للتعامل مع مؤسسة او شركة كبيرة او صلاة عرض فنون ممكن تستفيد منها ماليا زحل بيخل البعض انه يشعر بنوع من انواع الاكتئاب بتسلل لهم عليهم في مثل هذه الحالة انه ما يظلوا لحالهم يطلعوا يختلطوا بالناس او بالناس اللي بثقوا فيهم عليهم ايضا اتخاذ جانب من الحيطة والحضر في التعامل مع المؤسسات او الشركات الكبيرة اورانوس بيجيب لك اشي مفاجئ تغيير مفاجئ في العلاقة العائلية او في مجال سكم او في اعمال او في امور مرتبطة بالامور العقارية بتكون اما ايجابية او سلبية ابلوتو معرضون لقطع العلاقة نهائيا مع مؤسسة او شركة كبيرة بتعملوا انتوا فيها نبتون ركز على وضعك المالي وتفحصوا مزبوط لانه ممكن تحتاجوا بالفضراء القادمة ابعد عن التبذير نهائيا وما تدخل في ايشي تقول لا ما هي بتمشي الامور لا ممكن ما تمشي الامور بتمنى انه تكون بسالة وصلت بتمنى انكم ما تزعلوا مني وتحملوا علي شخصيا اني انا متحامل عليكو انا مش متحامل عليكو بالعكس انا وضعكو وعارف تأثيرات وايشي بتمنى كل هذا الحكي ما يصير بتمنى كل الامور وتمشي ايجابي معكو بتمنى انكم ما تتأثروا منها ولكن هي فترة لغاية عشرين الشهر وبعدين كل الامور ان شاء الله بتصير لصالحكو في النهاية هي توقعات مش تنبؤات والله اعلم تصير ولا ما تصير يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة